موسيقى وقلت على خروج بعض الأطراف المطلوبة للعدالة أو المتهمة بملفات فساد كبرى وقلت رأوا فما طرق مختلفة للفرار منها اعتماد جوازات سفر أصلها صحيح لكن مزيفة بعد إحداث تغييرات على وجوههم كلام هذا اللي قلته بالضبط ولا تقصد حاجة أخرى أنا ما فهمتهاش فهمني والله أنا مش نمشيه اللي بعيد شوية نقول لك اللي إدارة الحدود والأجانب اللي ولات إدارة عامة للحدود والأجانب كانت تقبل فيها برشة شبهات هو المدير العام اللي شدها من اللي تخله هو قاعد يصفي وكل لكن صارت برشة إخلالات قبل في تزييف وتزوير الجوازات السفر تحكي على أنا فترة فترة الترويكا فترة الترويكا وجدنا حتى باسبورات مطيشة في الشارع ومن جملتهم زادة باسبورات تسرقت وجبدنا على الباسبورات اللي تسرقت في منقصولية العامة بتاعنا مليون اللي مشاوة ذاك باسبورات اللي كلها قاعدة تتزيف تتزيف باسماء أخرى باسبورات فييرج فييرج تتزيف باسماء الموتة كما عملوا استعملوا الموتة في الانتخابات استعملوا نفس الشيء الموتة في الجوازات السفر هذا كله يزمو تدقيق ويزمو بحث معمق ومدقق مش وكاكة كلم نقولوه نحن راو ما يتقالش كلم لبحاثة ذي ما صارتش وفما ناس اخرى بش نعطيك اكثر انت تحب تمشي للصحيح فما ناس من عهد ترويكا خذات جوازات تحت جنب حتتها لليوم هذا بشهر بمجوازات مزيفة يعني كل واحد في السلطة الا وتلقى عنده فاسبور دبلوماسي تلقى عنده جواز اخر مش باسمه هو تلقى عنده جواز خاص يعني مش باسمه هو ويخرج به لا يا سمحني اخينا رجعوا نحن سيف الدين مخلوف ما اخرجش بجواز سفر خاص ما عندوش فيه الحق بش يخرج به خلصيتوا الموضوع هذا دقيقة دقيقة محمد علي سمحني انت امني وما تبداش تزكزك بيه وتزني ميني صاروا تحكي لي في كلام مبهم بالنسبة لجواز السفر اللي اخرج به سيف الدين مخلوف صحيح واسند الي من مجلس النواب انت تحكي لي تو على جوازات سفر اصل وصحيح وبهويات مزيفة لشخصيات نافذة كيفاش هذية انا اسمي ايكس ومعروف ومشهور من تعدى في المطار ساعة يعرفوني بوجهي وكي نخرج بهوية اخرى اما انت تحكي في كلام من الخيال اما فما حاجات تقرأ ما نعرفوهاش شكرا هذية ساعة باش نقولك جواز سفر خاص اللي خرج به سيف الدين مخلوف غير قانوني ابقى معايا جواز سفر سيف الدين مخلوف غير قانوني ونرجع للبيان اللي خرجته مجلس النواب اللي قالوا وراو مخرج بمهمة رسمية من مجلس النواب ابقى معايا مخلوف باش يشكي بيك وراو مهمنيش جوبني انا محمد علي انا انتريجي في الحوار جوبني على جوازات السفر الاصل وصحيح وبهويات مزيفة وعند مسؤولين موجودة الجوازات موجودة عندهم كل واحد عنده باسبور محضر باسبور ديبلو ماسيح حاضر عنده باسبور جوازات معانتها مزيفة عندهم موجودة وجدت تقارير من الجزائر وجدت تقارير من الامنيين من ليبيا وتكثبت عليها القيادات الامنية المشبوهة شعلين القيادات اللي صفاها مزير الداخلية يعطيها الصحة قيادات مشبوهة صفاها استبدال تربك لوزير الداخلية وتضرب في الاخرين عندك دليل ولا وزير الداخلية تاج على وزارة الداخلية تاج على وزارة الداخلية ويشرف وزارة الداخلية ما نيش أنا بجي نجي نقول علي كده وزير الداخلية بتاع الشعب التونس يدك وقعد يخدم عن حيات يخدم وحاية طيب أنت بديت تتسخن فيها وخليني نرجع لك الجواز السفر بتاع سيف الدين المخلوف جواز السفر هذي نقطة هامة تنتيش باتها خلنش بدوها مجلس النواب قال لك ما خرج في مهمة رسمية وخرج في زيارة خاصة وخرج من قاعة شرفية واخذاء جواز السفر خاص ووزارة الداخلية بتاع الشنوة تعطيه جواز السفر خاص بش يمشي في زيارة خاصة أعطيته 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 أنا نعطيك أنا صديقه أعني أصلي صحيح أصلي بسمه صحيح صحيح أما ما عندوش الحق ياخذوا ياخذوا كان في مهمة رسمية أنا مش من مشؤولات الإجابة عن نقطة هاد لكن من مشمولاتك أنت توضح لي جوازات السفر أصلها صحيح وبهويات مزيفة ما تهرب بجبيهات صحيح ما تهرب بجبيهات صحيح أنا أقدم قضايا ساعة قبل كل شيء أعطيني النقطة أقدم قضايا في جواز السفر جواز السفر منين إخذوا هو نرجع للمنظومة متاع الحالة المدنية متاعنا لمسروقة اللي استعملوها في الانتخابات المنظومة اللوبينغ هذه اللي نحن ماشيين طوى مش نقدموا بها قضية البرة اللوبينغ هذه جت عملتنا الانتخابات في تونس بأسماء أسماء ناس موت واللي أنا طلعت وقلت خميس ترنان من بينهم يتذكروا هالناس الكل خميس ترنان شارك في الانتخابات وطلعت دائرة المحاسبات المحكمة محكمة المحاسبات جبدت قالت خمسمية ومئتين واربعة وخمسين مية شاركوا في الانتخابات فاش نستناه ونحن لحظة 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 مش لحظة ما زلنا في الجوازات لا أعطيني التو نحاوض نذكرك بكلامك في اللي كوليس ومسجلوا محمد علي قلت وسألوك على إيكس قالوك خرج من المتار قلت راو فم إمكانية بخروج بجوازات سفر أصل وصحيح لكن بهويات مزيفة ويفبركوا حاجات على وجوههم ويخرجوا فهم هاليين هذية موجودة موجودة في العالم لا جمعوا يعرفوها يقض جواز سفر باسمه باسم آخر وبشوية تغيير على الوجه متاعه ينجم الزوزة أقوى يكونوا متشابهين ينجم كما أربعة أخوة توامة فما حتى أربعة أخوة توامة الغنوشي ما عندوش يخوه توامة يعني وجهه ومضاه الرجل الغنوشي كيفاش باش يضرب اسمه ويضرب بسؤول باديك مثال أنا بوشلكة كيفاش ولا توتحكي معايا كيفاش ولا ما شفتوش كيفاش ولا علش بدل هو وجهه بدل الواحد ما عندو باسبور حر حر ما عندو باسبور بش لغم باسبور ليه ينجم يكون برا شوفوا إذاك مش بتاع أمني هذي فيسبوك هذي تحكياتك ككو بره لا عشقويا لا عشقويا نحنا مجرد كلام قلناه وما تبداش واحد عبد الرزا اسمه بوشلكة تبدلت لها هيكلية وجهه كلها تبدلت والناس كل قاعدين يدوروا فيها في الفيسبوك وكنت واحد من الناس شفتها اشتوا بش لك تبعلي هذا يا أخويا أنا قتلك وأنا نتحمل مسؤوليتي لكن حاجة أخرى بش نزيد تسمح لي فها بش نذكر الأمنيين على الخدمات اللي قاعدين يقدموا فيهم وبتخليها ذا ما تنحيهوش أوكي ما تنحيهوش والوزير الوحيد وزير الداخلية الوحيد اللي قاعد يخدم ونستناهو في الوزراء الأخرين بش يخدموا كيفو وينحيهو الناس اللي مخترقة الوزارات من بينهم وخاصة من وزارة النقل ومن بينهم بتاع الستيان هذاك رجل فريد ولا شكون ش مازال يعمل هذاك غادي تيرانا نحن نمنيين ونوضحوا الأمور هذية ويدقق فيها شكون يدقق فيها الأبحاث الأبحاث والنيابة العمومية